السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جايبا لكم النهاردة وصفة من ألز الوصفات وصفة اجتمع على حبها الكبار والصغيرين يعني أنا الحقيقة الغاية دلوقتي مش عارفة أني بيحبوها أكتر الصغيرين ولا الكبار أنا عن نفسي بحب المينويدزا جدا ومستحيل أتنازل لأي حد مهما كان عن نصيبي فيها المينويدزا كمان تنفع في كل الأوقات يعني تنفع للمدرسة بدل الساندوتشات وتنفع للرحلات وتنفع لأعياد الميلاد وتنفع كاس ناكس يعني بصراحة تنفع في كل وقت عمرها ما هتقول لأ النهاردة ان شاء الله مع بعض هنعمل أسهل وأفصل طريقة لعجينة البيتزا والميني بيتزا عجينة هشة وطرية وتقدروا تمام تعتمدوها لكل أنواع المعجنات خليكم معي لأخر الفيديو لأن العجينة بتاعتنا النهاردة مفيش أسهل من كده في ناس كتير جدا بتكسل تعمل المعجنات بس بعد الفيديو ده محدش هيكسل يعمل الميني بيتزا أبدا يلا بينا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم دي المقادير اللي هنحتاجها للعجينة العجينة بتاعتنا زي ما قلنا في الأول أن هي سهلة وبسيطة هنقسم العجينة بتاعتنا حكتين مكونات جفة ومكونات سيلة المكونات كلها نحطها على بعض بس بترتيب معين هو اللي هيخلي العجينة هشة جدا ويخليها قطنية ونعمة هنبدأ الأول بالمكونات الجفة هنحتاج لنص كيلو دقيق معلقتين حليب بودر دون مهمين جدا وبيساعدوا إن العجينة تكون غنية وتعمها حلو وهنحط عليهم نص معلقة بيكنج بودر أنا هكتب كل المقادير في صندوق الوصف بعد كده هنبتدي نعمل المكونات السيلة هنحتاج برضو لكل نص كيلو دقيق ظرفة خميرة فورية 9 جرام أو حوالي نص معلقة كبيرة وهنحط طبعا عليهم معلقة السكر عشان تساعد في اختمار الخميرة بعد كده هحط للنص كيلو دقيق حوالي كباية وربع مية دافية نخلي بالنا المية ما تكونش سخنة عشان ما تقتلش الخميرة تكون فترة أو زي دمعة العين بعد كده هنحط عليهم ربع كباية زي بعد كده هضيف عليهم المكونات الجفة شفتوا مفيش أسهل ولا أسرع من كده طبق حاجات جفة على طبق حاجات سيلة ضفناهم على بعض بقت عندنا عجينة وإن شاء الله لو اتبعت المقادير هتطلع أنجح عجينة ممكن تعمليها في حياتك هنقلب كل ده الأول بمعلاقة عشان إيدينا متتوسخش كده من الأول وبعد كده نفضي العجينة على حاجة زي ما أنا عاملها كده أو حتى تخلوها في الطبق زي ما هي وتعجينوا فيها أهم حاجة في العجين عموماً في المعجنات عموماً مش عجينة البيت زي بس العجن الكتير يعني تفضلي زي ما بيقولوا تلتة وتعجيني وتلتة وتعجيني لغاية ما العجينة تبقى معايا مدامسكة زي اللي انتوا شايفينها ولا هي ملزقة ولا هي جامدة قوي جامدة أو طرية تقدر تتحكمي في تضيفي معلقة أو تشيلي معلقة لغاية ما العجينة تزيبت معاكي وتبقى زي ما انتوا شايفينها ما شاء الله بصوا العجينة جميلة زي عايز أقول لكم نعمة جداً بسم الله ما شاء الله ورحتها حلوة قوي بعد كده في نفس الطبق اللي احنا كنا عجنين فيه في الأول يعني عشان ما نوسخش وما نعملش معين كتير هنرش شوية دي في الأول كده في الطبق وبعد كده نحط العجينة بتاعتنا ونمسحها بمعلقة زيت مش أكتر ونقفلها بستريتش أو بكيس نيلو لغاية ما تخمر هي تقريباً هتقعد نص ساعة مش أكتر عشان احنا كمان الجو سقعة لكن لو في الصيف هتقعد تقريباً ربع ساعة بس لأن الخميرة الفورية ما بتاخدش وقت بعد كده هفضيها على حاجة وابتدي إن أنا أشكلها وحدات ميني بيتزا في طريقتين للتشكيل يا إما تفريدي بن الشابة وتقطعي بقطعها وحدات الميني بيتزا دي طريقة بس أنا بصراحة ما بحبهاش لأن هي بتاخد غلبة وبتعود تلم العجين وتفريدي تاني والموضوع بصراحة مش يعني مش مستاهل كل الغلبة دي انت هتبتدي إن انت تلف العجينة كده على بعض وتقطعيها بقطعة أو بسكينة أو بأي حاجة زي ما هنشوف مع بعض في الفيديو تقطعيها وتشكليها كور صغيرة الطريقة دي تعتبر أسهل طريقة الميني بيتزا وتحاولي بقدر الإمكان تفضلش تثبطي وحدات البيتزا يعني لو واحدة طلعت أكبر من واحدة بشوي أو أصغر مش حكاية يعني هي في النهاية هتبقى طعمها جميل جدا هتقطعي العجين وتتدي تكوريه تعمليه يعني عبارة عن بؤك كده زي ما انتوا شايفين تلفوا العجينة على تحت وتعملوه زي البؤجة وتخلصوا الكمية كلها اللي عندنا العجينة بكرر تاني بالطريقة أو بالتكنيك اللي أنا قلتلكوا عليه ده بتطلع نعمة وهشة جدا وجميلة جربوها بجد هتدعولي بعد ما أكورتها ببتدي أني أنا أجيب صاج وادهن وزيت وأخد كل كورة وافردها في الصاج زي ما انتوا شايفينه كده بعد ما أخلص كل الفرد ببتدي أني أنا أجيب شوكا ونغز الوحدات الميني بيتزا من فوق عشان ما ترتفعش أهوة وتبقى عاملة زي القايزر طبعا هي مش هتلحق ترتفع لإني هشتغل فيها على طول الميني بيتزا غير المعجنات لإني بقيت المعجنات بتخمر على مرتين مرة قبل التشكيل ومرة بعد التشكيل لكن الميني بيتزا والبيتزا بتتخمر مرة واحدة دي كل الإضافات اللي أنا هحطها على وش الميني بيتزا الأساس في الميني بيتزا أو البيتزا هو الصلصة والجبنة بعد كده تقدري تحطي كل اللي أنت عايزي تقدري تحطي زاتون أسود أو أغدر في الفل الألوان زي ما تحبي الصلصة بتقدري تعملي وصفة الصلصة اللي أنا نزلتها قبل كده في فيديو بيتزا دايت أو تقدري تعملي أي نوع صلصة أو أي وصفة تعتم ديها وبالنسبة للأجبان تقدري تحطي أي نوع جبنة متاحة عندك أنا هنا استعملت الشيدر المبشور والمتزرلة ولو حبت بدلي الشيدر برومي مبشور ما فيش أي مشكلة تقدري كمان تحطي على الوش قطع سلامي أو تقدري تحطي حتى قطع لانشون عايزة تحطي سجوء أنا هنا حطيت شوية عملتهم باللحمة المفرومة المتعصجة المتاح عندك والموجود اشتغلي بيه أنا كده خلصت خلاص المني بيزة وهبتدي أني أنا أسويها طبعا معروف إن البيزة بتدخل على فرن عالي قوي الحرارة يعني ما يبقاش فرن هادي ولا فرن متوسط لا بيبقى فرن عالي وتحطيها على الرف اللي في النص بتقعد حوالي 12 ديئة بالزبط اتبقى حتة عجينة صغيرة قررت إن أنا أعملها واحدة بيزة فرتها على حاجة ورشيت اللصانية الأول بيدي السامولينا بيدي البيزة اللي على بعضها كده لما بيكون تحتها دي سامولينا بتدي البيزة أرشة جميلة قوي سمك لو هتعملي بيزاية واحدة على بعضها السمك بيبقاش مرتفع قوي ويعني دوب كده تقريبا نص صانتي وتحاول ترفع الجناب شوية في الصانية عشان متتحرقش من الجناب وتزوئيها برضو بالفلفل للألوان وتحطي صلصة وتحطي بقى لطوبنج اللي فوق ده أي حاجة تحبيها حطيها نص كيلو دقيق ما شاء الله عمل لي كمية ميني بيزة كويسة جدا عمل لي تقريبا من الحجم اللي انتو شفتوه ده عشرين واحدة وعمل لي كمان الصانية دي وبرضو خبست الصانية بنفس طريق التسوية الميني بيزة وبأكد تاني ما تقعدوهاش في الفرن أكتر من ربع ساعة ولو حسيتوا إنها ما خدتش لون من فوق افتحوا الشواية عليها دقيقة عشان المتزاريلا تاخد لون دهبي كده جميل ولما تطفو الفرن ما تخلوش البيزة جوه الفرن عشان بتنشفتوه والناس بعد كده بتعود تشتكي وتقول أنا عملت البيزة وبعد ما عملتها لقيتها نشفت مني تطلع معاكم أحلى مني بيزة يا ربنا يجعل كل أيامكم جميلة واسبكم في رعاية الله